اخبار اهرام جمهورية هاي ازايك يا جماعة انا ايا والنهاردة انا جايبا لكم حاجة جديدة طبعا انا دايما في الطبيعي كل حلقة انا باكل فيها حاجات غريبة قدام الكاميرا حلقة النهاردة هكلمكم عن اكل عمري ما هعرف اكل قدام الكاميرا ليه لانه من اغلى الاطباق الموجودة في العلم هحكي لكم عليها دي كلها انا لما قردت هتخضيت انا مش عارفة ازاي ممكن حد يدفع الفلوس دي في اي اكل عمتا بس انا شخصين لو معي والله كنت دفعت فيالله بينا نشوف اول طبق يا جماعة قدامي هو بيتزا لويس الثامن من اختراع شخص ايطالي وسعر البيتزا دي اتناصر الف دولار عارفين يعني ايه اتناصر الف دولار يعني سعر البيتزا دي يحل ثلاث جوازات مثلا البيتزا دي بتتقدم في ايطاليا ودي تعتبر اغلى بيتزا في العالم ولا بقى تقولي بيتزا محتوط عليها دهب ولا بيتزا محتوط عليها كافيار دي بيتزا محتوط عليها ثلاث انواع كافيار مختلف ولوبستر من نرويج واي حد عارف ان اللوبستر ده اللي هو السلطعون عشان يتجاب من الحتة اللي هي فوق في اوروبا دي بيبقى غالي جدا وكمان عليها سبع انواع جبنة مختلفة وانا متأكده وردو ان السبع انواع دول جبن مش رخيصة بس انا عايز افهم يعني انا لو هجيب حاجة زي كده انا هبقى محتاجة بقى فاطورة يعني مفصلة تقولي اللي 12 الف دولار دول الجبنة بايه يعني ربع ربع جبنة بمتين دولار والنبي انا حتى مش قادر اتوقع كلكم كده لما اضربوا 12 في 16 وقولولي كام عشان انا يعني ضغط شوية لما قاريت 12 الف دي الطبق اللي بعض يا جماعة اسمه فلور برجر فلور برجر ده اختراع في لاس فيجس وسعره خمس تلاف دولار انا دايما بتوقع لما بلاي اي حاجة بالسعر الغالي ده انها محطوط عليها دهب محطوط عليها كافيار برجر ده مش محطوط علي ولا كافيار ولا دهب هو محطوط عليه حاجة اسمها فوجرة ومعمولة من لحم الوجه لحم الوجه ده بتعمل في اليابان والمفروض ان هو بقى يسمعوا الجواميث غاني وحاجات كده اللي هو ايه يريحوه خالص حتى اللحم يطلع متدلع وكمان بتحط على البرجر دهن بط ما كنتش متوقع ان دهن البط يبقى غالي للدرجات وعمل ما كنتتتوقع ان ممكن حد يجي برجر بخمس تلاف دولار برجر ده يا جماعة بيتقدم مع ازازة نيبيت خمسة وتسعين يعني ازازة عمرها خمسة عشرين سنة وبيتقدم في لاس فيجيس في مكان كده معين والمفروض ان ده يعني ايه يعني طب الواحد يأكل البرجر ده ويتكل على الله يعني طيب يا جماعة الطبق الثالث هو فشار البليون هو مش بليون خالص ولا حاجة بس هو سعره 2500 دولار 2500 دولار يا جماعة يعني خمسة معنا الواحد سبع معنا عشر يعني يجي جده مثلا 40 ألف جنيه تجيب لك كده قصة عربية ونقصت بقى مع بعض يعني انا مش فهمة ازاي ممكن الواحد يجيب فشار ده عادي بنعمله في البيت بمعلاقة بيت بس الفشار ده يا سيدي متغطي بكارمل وكل فشاروية متغطية بدهب عيار الثلاثة وعشرين قرات انا اول مرة اسمع على الثلاثة وعشرين انا كنت فاكرة هو اربعة وعشرين او ثمانتاشر فدي اي ده شاكلهم عملوا حاجة جديدة عشان الفشار وعمني في حياتي اعتقد ما هاكل فشار او هاكل اي حاجة متغطية بالدهب عاستخسر اوي بجندي ومش ليه اكل يعني زي انا زي اكو يعني المهم ان هو كمان اللي مخليه غالي اوي كده ان هو مش بس بيتغطى بالكارمل والدهب هو كمان يتحط عليه ملح غالي جدا من الدنمارك اسمه ملح ليسو ملح ليسو ده المفروض ان هو بيخلي الفشار مدي طعم كده اعتقد عادي زي الفشار اللهم يتعملوا عادي مش حور ناس معاها فلوس ومش عارفة تقديها فين الحاجة اللي بعدها هي جبنة الموس هي مكتوبة موس بس اعتقده معظوم الموس الموس ده اللي هو اللي بتاعبه قرون يعني بس مع الجبن الماعز جبن الجواميس جبن اي حاجة جبنة الموس دي غريبة احنا اصلاً ما عندناش في مصر موس المهم يعني فيله جبنة الموس بألف دولار ان انت بتروح للبقال كده تقول تفضل حدقش اتشار ألف جديه عطلنا جبنة موس ونبي ولا تبتاكل عاملنا ساندودشات له العيالي دي ولا اعمل ايه المفروض ان دي واحدة من اغلى انواع الجبنة في العالم بتتعمل فين؟ بتتعمل في حتة واحدة على واحدة السويد ما هي ناس فاضية يعني ناس خلاص وبيعملوا فلوس وما انضمش مشاكل وبياخدوا فلوس كويسة وشغالين ونعمل بقى نضوع على اي حيوان في العالم المفروض انه الجبنة دي يا جماعة في السويد وما بتبان ما تطلعش فيه بكميات كبيرة صعب انك تروح تحلب موس بقى وتعمل الجبنة يعني حوارات يعني وبرضو 16000 جنيه مش حاجة اوليه اللي بعده دي يا جماعة حاجة اعتقد كلنا عارفينها يعني انا شخصيا عندنا في البيت كيس تغنون قوي كده من 92 عندنا الحاجة اللي انا بتكلم عليها هي الزعفران الزعفران ده نوع من التوابل في الطبيعي بيبقى معمول في ايران سقر الكيلو بتاعه من 400 ل1000 دولار طبعا انه عندنا هنا في مصر الزعفران بيبقى مخشوس بس الزعفران اللي هو جاي صح الايراني بيبقى غالي جدا ليه بقى هو غالي المحصول بتاعه أسبوع بس في السنة يطلع فلازم كميات قليلة وعشان يتباع لازم يتباع بثمنه بفلوس كتيرة وعشان الواحد يعمل كيلو زعفران لازم يقطف على أقل 300 1000 زهرة مثلا ممكن نعمل كيلو محصول سنة كاملة يعني الكيلو ده يتباع عشان كده زي ما بقولوكو والله عندنا في البيت خمسين جرام ومي لم تعملش بي حاجة يعني عشان جابتوا ليه تقريبا دخلت بيه جحزوها بيه وخلاص الطبق اللي بعض يا جماعة اسمه فيلاستاكو الطاكو ده أكل مكسيكي والمفروض ان الطاكو دي بقى 2500 دولار يعني برضو خشلك كده على أقل من 100 ألف جنيه بناكل حاجة واحدة يعني ملحقش هشبع اصلا يعني انا مش فهم فيه ايه يا جماعة الطبق ده مكون من لحم كوبي يعني لحم من كوبة وكافيار من بلوجة وجبنا سودة مش عارفة ديشتيمة دي ولا ايه وبيتحط على تورتية تورتية دي اللي اول عيش التورتيلة اللي احنا عارفينه بس عيش التورتيلة ده بيتنقع في الدهب يا جماعة ما تدهوني طيب انا اصرف فيه يعني ليه نقعد نستعمل الدهب في اكل يعني انا ليه اكلك اكل دهب وبعدين ايه يعني ليه يعني ما حلو بتلبسها هو ما فيش اي حاجة المهم بيتقدم مع صلصة يا جماعة فيها فلفل برضو غالي جدا مشروب ايه عب اسمه مشروب التكيلة فبرضو التكيلة معروفة جدا في المكسيك وكل بقى الواجبة دي تخشانك في خمسين الف جنيه ولا ستين الف جنيه اقبل يعني شوف بقى الهبل اللي احنا عشين بعيدنا بقى احنا عن المكسيك والسويد والكلام بقى اللي بعيد عننا ده نيجي بقى على الوطن العربي نحبه بعد ونحدن بعد كده فيها جماعة محل في دبي اسمه بلوجة بلوجة ده بيبيع كافيار اسمه كافيار الماس يعني مية وستين الف جنيه تطو على كبوت وبيحط لك الكافيار كده ما بيحطوش لوحده لأ ده بيحط لك كمان سجارة كوبي السجارة الكوبي ده مفروض انها غالية جدا والسجارة دي حواليها بهب والمفروض انه هو الكافيار ده من اندر واغلى انواع الكافيار في العالم ايه يعني وبيقول لك السجار دي بتبقى سجار دهبية اربعة وثلاثين قرات يعني اربعة وثلاثين قرات انا برضو الحمدلله دخل على الثلاثين وما سمعت شاكر الثلاثين وعربعة وثلاثين ايه ربعة وثلاثين نجود ليه يعني ومين اللي بيع من كده في نفسه يا جماعة يعني عرفوني على الناس دي ارجوكم المشروب القابل الاخير قهوة كوبي اسمها لواك الاهوة لواك دي المفوضة من الكيلو على حسب طريقة عميله بمثين وخمتين دولار لألف دولار يعني برضو نتكلم في ستتاشر ألف بني لو احنا الواحد بزخ عشان عارف الناس اللي تقولك ما قدرش عيش من غيرك القهوة بتاعتي اكيد القهوة الكوبي دي محدش هيشوفها ولا يسمع عنها القهوة دي يا جماعة مشهورة جدا في الفلبين واندونيسيا وجنوب الهند والمفوض من دي أغلى قهوة في العالم يعني لو حد عايز يشرب قهوة غالية بيروح يجيب قهوة لواك دي القهوة دي مشهورة عشان طريقة عميلها مختلفة جدا بتتعامل من البن مش عايز أكمل الجملة بيتهدم جزئيا من حيوان اسمه حيوان الزباد يعني احنا بيأكلوا الحيوان القهوة دي وبعدين بيستنى لما الحيوان وبعدين يرحوخدين القهوة دي بيقوا على الناس سبحان الله والله المفوض من الحيوان ده شبه الارد شوية بتخيل انت تاكل قهوة وبعدين تشربها كده طب يا جماعة انا جالي معلومات من الكنترول ان القهوة دي اسمها كوبي لواك عشان هو أصلا اللي بي اللي بيكون حيوان اسمه حيوان اللواك المفروض يعني انه بيأكلوا وبعدين يخدوها ويخسلوها ويحمصوها ويغلوها ويددوها للناس هي فعلا اغل القهوة في العالم بس وصل لنا معلومات انه عادي ممكن لواحد يأكلها يشربها بمية جنيه ولا حاجة لو كوبات قهوة معلقة احنا مش بحتاجين نطلب ربع كيلو ولا نص كيلو انا بصراحة لو عندي في ايدي ان انا اشرب القهوة دي ويحيات امي ما شربها لو عملته ايه لو ادتني مين جنيه شكفاة اللي شربته في هون كونج واللي كالته في هون كونج افكر حاجة دي يا جماعة انا قد عرفها لما كنا بنحضر لسفريتنا الهون كونج حاجة اسمها شربة عش السنونا ده المفروض ان انا كنت هروحة كلها في هون كونج لما عملت حلقتي هناك والحمد لله ملقي نهاش عشان انا عمري في حياتي ما كنت هاكل شربة بيجيبوا الطائر ويخلوه يتف يعني ما عرفش ازاي انا ازاي يخلي طائر يتف يعني انا دي غريبة فبيخلوا بقى الطائر يتف وياخدوا طفافة الطائر دي ويعملوها ايه شربة الشربة دي المفروض انها اغلى شربة موجودة في الصين ومن غير اي مكونات تانية سبحان الله يعني على ذوقهم الرائع ومفروض انه طبق واحد من الشربة دي غالي والكيلو بيدي مثلا على 3000 دولار ولا حج يعني انا اتكلم في 100000 جنيه ولا يعني انا بعرفش احصي بجماعة فهم اتضايقوني بقى مهم يعني انه صعب لان مش كل التوائر هناك بيعرفي خلوه يطفوا يعني ما علينا اعتقد دي ولا اي حد في العالم يبقى عايز يدقها يعني انا شخصيا لو ادوني فلوس مش عامل كده مش انا ادفع فيها 3000 دولار صلى على النبي طيرة مع دي كانت حلقة الاطباء الغالية جدا حوالين العالم قلولي نفسكوا تجربوا ايه انا شخصيا نفسي قوي اجرب ومعنديش اي مانع اجرب البيتزا ومعنديش مانع اجرب الفشار بس مين اللي يشتري انا مش رح اقول لبابا والنها بابا عاتلي فشار بتعرض 3000 دولار هتوقد فياريت تقولولي يا جماعة يعني لو ربنا كرامنا وبقى معنا فلوس ايه اكلة من الاكلات دي تحسوا انها حلوة ونفسوكوا تجربوا متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشار وتدوسوا على الزرار النوتيفكيشنز لكي كل ما اعمل فيديو يأتي لكم باي باي